السلام الرب يسوع المسيح معكم جميعا الأصف مستمر خلف منا ونحن مستمرين بالصلاة من أجل لبنان من أجل هذا الشرق من أجل السلام الذي كنا نتنادي فيه ونطلب من الرب أن يملى بيوتنا وحياتنا وبلادنا ويجبالنا بسلامه العجيب فاليوم بدي يتابع موضوع ابتدأته من فترة صغيرة وهو علاقة بالإيمان وهو علاقة بالعبادة وهو علاقة بعلاقتنا وربنا سوف نبدأ بسؤال لكل واحد مننا وهذا السؤال يفكر فيه خلال العظا والسؤال هو ما هو نوع إيمانك؟ ما هو ما طبيعة إيمانك؟ وموضوع اليوم عنوانه هو هل أنت من أتباع إن أو من أتباع حتى ولو وهلأ بعد شوي رح نفهم شو المقصود بهذه الكلمات هل أنت من أتباع إن أو من أتباع حتى ولو يلاحظ المؤمنين حول منا بالمجتمع اللي عايشين فيه؟ بيشوف إن المؤمنين مقصومين لقسمين القسم الأول يأتي إلى الله بشروط علاقته بي الله علاقة مشروطة حتى ولو هو عبر وقال إنه لقى علاقتي بي الله مش مشروطة لكن من شوف من أداءه من سلوكه من مشاعره من ردود أفعاله إنه علاقته بي الله مشروطة بالظروف يلي عايش فيها وفي نوع تاني من المؤمنين يلي يعبدون الرب عبادة الصدقة بغض النظر كيف الظروف اللي عم يقطعوا فيها بحياتهم فالنوع الأول يأتي إلى الله بشروط معينة والنوع التاني يأتي إلى الله باستسلام كامل فمن أي نوع حضرتك وحضرتيك اليوم في هذا الصباح سأعطيكم مثل عن شخص سميته من أتباع إن يمكنكم تسميه من أتباع يعقوب وبعدين نأخذ أمثلة عن النوع التاني سنبدأ من النوع الأول فتحوا معي سفر التكوين الفصل 28 والأعداد 20-22 سفر التكوين 28-22-22 ونذر يعقوب نذرا قائلا تبهوا شو إيل شو صلى شو طلب إل إن كان الله معي وإن حفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه وإن أعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس وإن رجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها وهذا الحجر الذي أقمته أقمته عمودا يكون بيت الله وكل ما تعطيني فإني أعشره لك إن كان الله معي إن حفظني إن أعطاني إن رجعت بسلام يكون الرب إلهي يكون الرب إلهي هذا من أتباع إن إن أعتنيت بي إن اهتميت فيي يا رب إن سددت لي أحتياجي إن اهتميت لي بولادي إن رحت إلى هذا المكان ورجعت بسلام إن 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 النتيجة بتكون يا رب أنت ربي وإلهي أنت حبيب قلبي إذا بتسد لي كل احتياجاتي وبتعطيني شو ما بدي وتسد احتياجاتي وولادي فالتزامة تجاه الله مرتبط بظروف حياتي حرارة الروحية مرتبطة بسماكة جايبتي حرارة الروحية مرتبطة بصحتي إذا مريت بأزمات تفتر حياتي الروحية بتولد الشكوك عندي وبخيب أملي بفقد سلامي بخسر شركتي مع الله لماذا؟ لأن علاقتي بي الله علاقة استهلكية صحيح؟ هيدا النوع موجود وحياناً منقول نحنا مش هيك لكن مشاعرنا تظهر بأن علاقتنا بي الله مشروطة بعطيكم مثل آخر من العهد الجديد يحنى المعمدين من أعظم المولودين من النساء لكن لكتم أدس بقول الأصغر في ملكوت الله أعظم منه يحنى المعمدين أول من رأى يسوع وقال له هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم قال عن يسوع الذي يأتي بعدي هو أقوى مني كان قبلي يلي أنا مني أهل أن أحمل حزاءه هل أدى يسوع بالنسبة له شغلة كتير كبيرة وقال أنا بعمتكم بالماء أما يسوع يعمتكم بالروح القدس ونار بنار الروح القدس رح يعمتكم وكان عنده جرأة أنه يوقف قدام الملك هيرودوس ويقل له شو ما إلك حق تتزوج مرتخيك كان شجاع بطل ليش لأنه قربته كان مين يسوع المسيح تبتعرفوا ببلادنا اللي عنده ضهر حدا بيقربه شي ضابط بالجيش أو شي مين بيقدر عليه فكان يسوع ماهن الأممات قريب فشو صار بيوحن المعمدين يوحن المعمدين أمسك ونوضع وين بالسجن وهو بالسجن الطرب ويلي عمله مفاجئ أرسل اتنين من تلميذ يوحن المعمدين لكن لما كان بهيدا الظرف الصعب المؤلم بعتنا من تلميذ لعندي يسوع وقال له ليسوع هيدا العبارة أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر هل أنت هو هو إذا إن كنت أنت هو فخلصني وإلا خلينا نفتش على واحد تاني يخلصنا ينقذنا من السجن من الوردة اللي نحن فيها لأنه بفكره طبعا إشعية واحدة وستين روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسري القلوب لأنادي للمسبيين بالعطق والمأسورين بالإطلاق فعنده توقعات معينة إنه يسوع هيدا إذا سجن هو يسوع شو رح يعمل رح يخلصوا من السجن هل نحن مثل يحن المعمدين عليقتنا بالله مشروطة بإنقاذه لألنا يحن المعمدين برأيي بيشبه إيمان يعقوب إيمان يحن مثل إيمان يعقوب ويشبه إيمان الكثيرين نريد الله كما نريد نحن على طرازنا على طريقة تفكيرنا بدنا يعمل مثل ما نحن بدنا وطبعاً هذا الشي مبرر ليش لأنه نحن بالنسبة لقلنا الله هو بي هو خي هو صديق هو قريب نتوقع من بينا يعتني فينا يهتم فينا هم تفهموا علي من هيك نجل عنده بهالأمل والرجاء إنه هو قادر يصد احتياجاتنا لكن السؤال هو هنا هل إذا كانت مشيئته بتختلف عن إرادتنا هل منتخلى عن إيماننا بشخصه هل إذا ربنا شايف بمشيئته العظيمة إنه يجب أن نتألم لأنه من خلال الألم بتتشكل حياتنا ومننضج روحياً ومنصير أبطال بالإيمان هل منتخد ناخد مشيئته يلي أحياناً فيها ألم وصعوبات ومحن وتحديات ومنقبلها بحياتنا ولا منرفض هذا الإله لأنه فقط بدنا إليه على طرازنا يحمينا ويهتم فينا ويحافظ على صحتنا ويبارك أولادنا هذا السؤال لكل واحد مننا فبدأ أسألك هل إيمانك مثل إيمان يعقوب؟ إذا بتعطيني الغلبة بعبدك إذا بتحميني بعبدك إذا بتشفيني بسجدلك وإلا نحبط روحياً منترك الرب ونبحث عن مسيح آخر نتبعه هيدا بيخدنا إلى إيمان من نوع آخر هيدا الإيمان الأول هيدا إيمان إن إذا إذا هتميت فيي بعبدك بتكون أنت إليه وربي النوع الثاني من الإيمان سميته حتى ولو حتى ولو وهيدا إيمان بدي سميه دون صفقات مع الله ففي قصة بالكتاب بقدس أيام ما مننتبه لعمق معناها وبدي لخصها هي قصة موجودة بسفر دانيال عن ملك اسمه نبوخذ نصر هيدا الملك ملك بابلي عظيم بروح بيعمل تمثال لإله وبنصبه على ولاية بابل وبعدين بولاية بابل وبعدين بيجي يوم بقول هيدا اليوم بدي دشن في هيدا التمثال ونهار يلي بدي دشن فيه التمثال شو المطلوب من كل واحد مننا بالامبراطورية إنه نسجد لهيدا التمثال فبنهار المناسب بوّق البوء والناي والعزف وهيك وهلأ الوقت كلنا بدنا نسجد للتمثال فالكل سجد للتمثال معدى ثلاث أشخاص ثلاث شباب شدرخ وميشخ وعبد النغو فلمحبين كتار إجا حدا قال له للملك قال له في ثلاثة من جميع من الموظفين اللي عندك ما سجدوا للتمثال مين اغتاز اغتاز الملك وبعت وراهون وقال له المحقولي ما بتسجدوا للتمثال يلي أنا عامله وقال له هلأ لما بتسمعوا صوت البوء والناي بد منكن تسجدوا للتمثال وإلا بطرحكم وين في آتون النار فاسمعوا شؤاله للملك دانيال 3-16 فأجاب شدرخ وميشخ وعبد النغو وقالوا للملك يا نبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من آتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد إلهك آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته والكلمة المفتحية بهذا النص مين بيعرف شو هي لفظة وإلا وإلا بالعربة منا كثير واضحة من هيك رحقر عليكم ترجمة تانية وبتفهموا المقصود فأجاب شدرخ وميشخ وعبد نغو وقالوا للملك يا نبوخذ نصر لحاجة لنا أن نجيبك عن هذا الأمر وإن كان إلهنا الذي نعبده قادر على إنقاذنا فهو ينقذنا من آتون النار المتقدة ومن يدك أيها الملك وانتبه هلأ وإن لم ينقذنا هيدي وإلا تبهوا معي وإن لم ينقذنا فليكن معلوما لك أيها الملك إننا لن نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته يعني عنا إله قادر ينقذنا مش هيك لا نسجد الآلهة تبعك وبعدين عم بيقول وحتى ولو إلهنا ما أنقذنا واحترقنا ومتنا نحن لا نسجد إلا لإله شفتوا الفرق بين إيمان يعقوب وإيمان شدرخ وميشخ وعبد نغو لا ننتبه لهذا الفرق المهم فهيدا إيمان أختي من دون صفقات هيدا إيمان ما في مفاوضات مع الله هيدا إيمان منو إيمان مشروط بصحتي وبمالي وبوضعي الاجتماعي هيدا إيمان ما في توقعات إلا إنو مشيئة الله التم في حياتي هيدا إيمان أين من لقي اليوم؟ من لقي ببعض المؤمنين الأمنة اللي على الرغم من كل الظروف الصعبة خسارة أحباء لإلهم أصدقاء خسارة ممتلكات حافظوا على إيمانهم الثابت بإله صالح ومحب على الرغم من كل شيء أيوب كان هيك أيوب بالفصل 13 كان تعبين من أصدقائه من الظروف الصعبة تقريبا خسر كل شيء أيوب ما حدا مر باللي مر فيه أيوب بعدين بالعدد 13 بقولوا سكتوا عني فأتكلم أنا وليصبني مهما أصاب لماذا أخذ لحمي بأسناني وأضع نفسي في كفي تبهوا لها الأية هو ذا يقتلني أي هو ذا الله يأخذ روحي لا أنتظر شيئا فقط أزكي طريقي قدامه علما أنه في قراءة النص العبري له قراءتين هون في قراءة مختلفة عن هالقراءة بس أنا احتفظت بقراءة فندايك لأنه تخدم الحاجة اليوم ونرى كيف يقول أيوب أنه حتى لو ربنا أخذ روحي أنا ما بهمني ما بنتظر شيئا أنا بعيش بكل أماني وبذكي طريقي قدامه هذا هو الإيمان الذي ربنا يبحث عنه وفي حياتنا بولوس كان عنده نفس الروحانية أو يمكن تدرج فيها نشوف أن الرسول بولوس شو كان الرسول بولوس كان خياله يشفي بمنديله يشفي حياته كلها انتصارات ووصل للأمم برسالة الإنجيل وبالمعجزات والقوات والبدكني لكن صار شي بحياته كتير مهم شو هو قيل بأنه أعطيته شوكة في الجسد شو عمل لما أصيبوا شيئ ما البعض بول عيني بجسمه لما ضربوا مرض ما شو عمل قيل صليتوا إلى الرب كم مرة ثلاث مرات قيل لطمني الشيطان قيل الملاك الشيطان لطمني قيل شو عمل إجعل عند ربه بإيمان صلى ثلاث مرات قل له يا رب دخيلك شفيني دخيلك قيل فبكلي سرور أفتخروا بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح بوسط هيد الأزمة ما يقس لما عرف إنه ربنا ما رح يشفيه امتلأ من السرور وقيل هلأ بضعفه قوة الله رح تظهر فيه شايف هيده فرصة فرصة لا يعلن يسوع المسيح للعالم بوسط ألمه بوسط وجعه بوسط الظروف والمحن يلي ما رأي فيها وما أروع الرب يسوع المسيح مثالنا الأعظم شخصه الكريم هالسئة اللي كانت عنده ببيو لما كان يسوع المسيح متجه نحو الصليب وصل على بستين جثيماني وهونيكي بسجود وكان شايف قدامه الصليب وألم الصليب وحمل الصليب وكيف الذي لم يفعل خطيئة صار خطيئة لأجلنا حمل خطيانا كلنا وألم الخطيئة اللي ما حدا مننا بيقدر يبدأ يفهم حتى نقطة من العذاب يلي تعذبوا يسوع البار القدوس ابن الله يلي لم يفعل خطيئة ولا وجد في فمه مكر والظلم يلي اختبروا أنه يعلق على أداة العار على الصليب أسوأ آلة أعدام في الوجود يحملها يسوع يلي ما بيحملها إلا اللصوص والأشرار إجا يسوع يحمل عننا عقاب خطيانا لما شايف حيله قدام الصليب ووين رايح شو قيل قيل يا أبتا يا أبتا إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك لا إرادتي بل إرادتك لما كان يسوع واقف الدام الصليب أكيد ما بده يحمل هيدا الألم شغلة كتير كبيرة لكن إذا هيدا ما شئت الله أنا مستعد إذا هيدا إرادتك يا رب لأنه من خلال ألمي ووجعي وظروفي وتحدياتي والخسارة الكبيرة ناس رح تجل عندك أنا مستعد هيدا هو الإيمان حتى ولو كانت الظروف بعكس ما أردنا نحن هل هيدا إيمانك اليوم هل هيدا إيمانك بتحدث معنى أمور بالحياة كتير صعبة تعرف كل ما تكبر بالعمر كل ما تفهم إنه الحياة منى بستان ورود الحياة فيها شوك وفيها ألم وفيها تحديات وفيها صعوبات وفيها أحلام ما بتتحقق وفيها أمنيات ما بتتحقق هيدا حقيقة العالم اللي عايشين فيه وادي البكاء فيه ألم المستقبل منه مثل ما دايما منحلم إنه يكون من هيك بديكن تكونوا أبطال بالإيمان ما بديكن تكونوا أبطال بإيمان مشروط معتمد على الصحة وعلى الغنى وعلى المال وعلى الظروف الحلوة لأ بدنا نكون أبطال بالإيمان على الرغم من كل شي بيصير معنا بالحياة في عندي شاب صديقي خادم للرب اسمه بيتر تنشي راعي كنيسة كبيرة بالفلبين وبيتر كان بالكنيسة عم يخذه من ربه وزوجته وعنده عائلة كبيرة وبتشوفوا الصورة ورا مني فبنته كانت لوحدة بالبيت بنت صبية بيفوت عليها سبع رجال ستة أو سبع رجال وبيغتصبوها واحد ورا الثاني بيعملوا فيها ثلاث نقط لما بيتر تنشي وزوجته الأسيس عرف شو صار ببنته قديش كان شي مؤلم وصعب وتعلم انه بهيد الظروف المؤلمة ما يسأل السؤال لماذا يا رب ليش يا رب صار معي هيك بس يتعلم يقول يا رب لتكن مشيئتك بس أهم شي شو بدك مني يا رب اني أعمل من الآن فصاعدا مش ليش يا رب عملت هيك ربنا ما بيعمل هيك طبعا ليش يا رب سمحت انه يصير هيك هيدا السؤال يمكن ما حدا بيخدله جواب وكم من مرة نحنا بحياتنا صار أمور معنا سألنا ليش يا رب سمحت ما في جواب لكن السؤال اللي لازم نسأله شو بدك مني يا رب اني أعمل من الآن فصاعدا وهيدا البنت يلي تعدوا عليها اليوم هي من أهم الخدام للرب يلي بتخدم نساء معنفات وهي سبب بركة للكثرين والرب بارك حياتها فبالختم كون مستعد لإيمان اسمه حتى ولو حتى ولو لم أشفى حتى ولو لم يتحقق الحلم حتى ولو أصاب مثل الآخرين أنا لك أنا أمي أنا ربحت للرب وعيشت إيمانا بتحب الرب من كل قلب لما مرضت بعد ما كانت وصلت للسبعين كانت دائما تقول لتكن مشيئة الرب حتى ولو لم أشفى أنا لك أنا في خدمتك هذا الإيمان الواعي الإيمان الناضج إيمان يلي بيشبه تعليم الرب يسوع المسيح إيمان شغلة كتير مهمة أخوتي تبهوا شو عم لكم اليوم أنا عم لك إذا بيصير معك شي وربنا ما يسمح إذا بيصير شو ما بيصير تجي لعند الرب إيمان يقول له يا رب أنت إله الشفاء أنت قادر تشفي أنت قادر تخلص تجي لعنده بكل سئلة أن الإيمان شغلة كتير كبيرة بشخصه تجي بهالسئلة عند بيك وبتترجيه وبتتمنى وبتقول له يا رب دخيلك أنت شفي أنت خلص أنت ما تسمح أنت عمول أنت صد الاحتياجات أنت حميل أولادي هاو دي كلهم بتعملهم بكل إيمان لكن بحسب خطته الأزلية الأبدية لهيدا الكون أن الشفاء ما يصير أو أنه هيدا الألم يلي عم تقطع فيه اليوم يستخدمه لأنه هو شايف أنه حياتك ما بتتشكل إلا من خلال هيدا الألم كلنا منعرف أنه الألم بيعمل فينا أمور ما في شي تاني بيعملوا بالحياة كلنا منكره الألم لكن منعرف الألم قديش بيشكلنا وبنمينا إذا ربنا شاء وسمح أن نقطع بلبنان بحياتنا الشخصية ببيوتنا بضيعنا بيقتون النار كلامنا لإله أن حميتنا أو لا حميتنا نحنا ما بنسجد إلا لإلك هذه هي الرسالة لإله وليس لتأكد لن نقضي لن تهدوهم لن نقضي من أشخاص ميتوا عمرهم بالعشرينيات والخمسة والعشرين والثلاثة والعشرين شباب وولاد في مجموعة من الأولاد ميتوا أطفال كبار صغار لما وصلوا بهذه الرسالة بقولوا أهل كوريا أن المرسلين كانوا حبوا كوريا أكتر من الكوريين نفسهم وكانوا يقولوا حتى ولو ربنا ما أنقضنا حتى ولو استشهدنا بدنا نوصر رسالة المسيح والخلاص لكل أهل كوريا واليوم عدد هائلة رحت على كنيسة أكبر كنيسة بالعالم فيها حوالي 700 ألف شخص في القصة بكوريا أعداد المؤمنين اجوا للرب بسبب أمانة هود المرسلين بس انتبهوا هود المرسلين مش دايما ربنا حماهن وحافظ عليهم أيام سمح إنه بموتهم رسالة الإنجيل تنتشر في هذا العالم هل حدا بحب رسالة اليوم طبعا لا لأنه الرسالة ياللي كلنا منحب نسمعها إنه ما رح تدقك شوكي وما رح يصير معك شي وكل شي رح يبقى بسلام وإنت ما بتمرد وإنت ربنا حميك كل الوقت نعم ربنا حمينا وأهم شي نعرف إنه قلنا حياة أبدية معه وبيسمح إنه نتقلم مثلنا مثل كل الناس لحتى من خلال ألمنا نوصر رسالته لهذا العالم وهو مثالنا بحمل الألم والصليب وشو قالنا قالنا من أراد أن يتبعني ما يعيش الحلم بل يحمل ينكر نفسه يحمل صليبه ويمشي ورائي يلي حامل صليبه ما بتخيب أماله لأنه مستعد إنه يخسر كل شيء من أجل المسيح لما بتعيش اليوم عيش والأبدية أبدية الله بذهنك أنا برأي الفرق ما بين مؤمن إن إذا عملت عملت معي بعبدك والمؤمن حتى ولو هو نظرته للأبدية إذا أنت نفكر الحياة كلها بدايتها ونهيتها هون بدك تعيش وتستلز بهذا الدني قد ما فيك لكن إذا أنت بتفهم إنه الحياة هنا منا إلا فصل صغير بكتاب حياتك الذي يستمر مع الله لأن حب الله حتى الموت ما بيغلبه ومن سيفصلنا عن محبة الله نحن معه إلى الأبد بتعيش عينيك في الأبدية بتعيش بأمانة لأنك رايح إلى مكان أفضل مع الرب في إمرأة كتير أثرت علي على السوشيال ميديا فبحب شارك هالفيديو معكم مرضيت وسمعوا اختباره وبعدين بختم العيزة أنا لا أفضل 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 إذا كنت أعرفه بإمكانك إذا كنت أعرفه وإذا كنت أعرفه بالفعل وإذا كنت ترى ما تغيذره ما تغيذره ستكون هنا وأنا سأراه إلى هنا شكراً لكم تجري رياحه بما لا تشتهي السفنه ومنعرف يا رب مئات ألاف المرات يلي فينا نقول كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياحه كما تشتهي السفنه لكن يا رب نحنا بطلنا ولاد بالإيمان ومنعرف أنه الألم حقيقة بهذا العالم وانت بتستخدمه لنمونا فجيين لعندك اليوم ومنقلك لتكن مشيئتك مشيئتك شفاء بدنا الشفاء مشيئتك أنه نعيش حياتنا مع الألم مع الوجع نحنا مستعدين مشيئتك نعيش ببيوتنا نحنا جاهزين برات بيوتنا نحنا جاهزين مشيئتك يا رب نكون مع أولادنا بدون أولادنا كلام منه سهل لكن هيدا الإيمان يلي عم تطلبه منا هالاستعداد إنكار النفس حمل الصليب والسير خلفك فنحنا مستعدين أيها الراب نصلي مثل ما علمتنا نصلي أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا خبزنا كفافة يومية أعطينا يا رب حاجتنا اليومية وغفور لنا ذنوبنا كما نحن نخفل لمن أخطأ وسائلنا لا تدخلنا في التجارب أعيننا عليك نشكرك يا رب من أجل الإيمان إيمان المسيح يلي بإلك يا أبتاه لتكن لا مشيئتي لا إرادتي بل إرادتك فنصلي يا رب نكتبارك الرسالة لحياتنا اليوم تحتى ما تخيب أميلنا ونعيش بالقرب منك يا بين السماوي يلي بتعتني بكل تفاصيل حياتنا ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين آمين